هذا حفل اللي كان نقوم به كل سنة اللي كان نحتفل به أولاً باليوم الوطني الإعلام اللي هو كي خلت الذكرة مهمة في تاريخ الشعب المغربي اللي هو صدور ظاهر الحرية العامة وضمنه قانون الصحفة واللي بالمقارنة مع الوقت أن ذاك السياق اللي كان فيه كان متقدم نحن نحتفل بهذا وأيضاً بزميلتنا وزملائنا اللي يشتغلوا واللي الآن لا بد أن نعترف بمجهودهم ولا بد أن نقدرهم ولا بد أن نعبر عن الوفاء لهم إذن في هذا الإطار كنعملوا هذه الاحتفالية هذه اللي الهدف منها هو أن الجسم المعيني يعبر على طموحاته وعلى ما يصبو إليه بشي تجاوب مع المجتمع هذه الناس هذو اللي استدعونا خصوصاً نقابة الوطنية كنشكرها بزاف وممتيل ديلها في جهة قلمة ودنون وكنشكرهم بزاف خصوصاً هذه التكريمة دا كيف فكرنا بأنه كان واحد الاعتراب ديل العمل والمصار ديلنا وحنا الحمد لله في الصحراء قومنا بواحد الواجب من تسعين حتى الـ 2016 وحتى الآن كنخدموش يعيف في العمل كنديوم عن الخدمة دينات صالدر عقلياً كنباش كنفكروش غادي نبجدوش غادي نعملو استدافة ديال الضيوف الأماكن اللي قسنا نمشيون زوريليها مهم مسائل في حال هكذا فلهذا كنا كنعطيوه الوقد دينا كتر من الخدمة دينا كتر من المسائل الشخصية دينا بحقيقة نقب الوطني الصحافة مشكوه على هاد التكييم اللي كرساته هي تقافى كرساته مثلاً منذ سنوات اللي هي لحظة مثلاً لحظة ديالتكييم ديالنجموع ديالصحافيين اللي قدوا سنوات طويلة في هاد الميدان وبتالي يجي هاد النهار اللي هو مثلاً هو حفل التكييم مثلاً اللي كانت العمل اللي قاموا به هاد الصحفيات والصحفيين اللي عملية نصروا سن التقاعد ومن اللي كنكرمهم علماً أنه لا تقاعد في العمل المياني ولكن إدارياً ونصروا لهذا السن إذا نحنا كتجي العائلات ديالهم كيجيهما وكنقدمهم لهم واحد ديره وكنقلوا كلمات طيبة وهذه كنعتقد بأنه أدنى ممكن نقومه تجاهه كنشكر النقبة الوطنية للصحافة المغربية اللي استدفتني سأنا نكون من المكرمين ومن المكرمات في هذا الحفل هذا وانا جيت سعيدة بوجودة معامنا في هذا اليوم الوطني قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر